كلمات تحيي أفكاري وتطوف بروحي بوقاري سنة خير الرسل الهادي تنشر في كل الأمصاري من عبق المحبوب شذاها شرح لحديث المختاري بمعاني نسمو برآها سطرها في فتح الباري بسم الله الرحمن الرحيم وابضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق المعد اللمين على آله وأصحابه أجمعين باب البرذ والصيلة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرم عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه شوفوا أخوانا الكرام كيف كل إنسان يروي عن عن الذي قبله الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه ما كان يروي عن إنسان لا يتحقق فيه شرطين لما يقول روا فلان عن فلان بده يشترط المعاصرة يعني يكونوا بنفس الزمان هذا عمره أربعين وهذا عمره أربعين بلتقوا عمره أربعين وخمسين بلتقوا لما واحد عمره عشرين سنة والتاني تسعين سنة بلتقوا أول شيء المعاصرة أن يعاصره يكون في زمانه وكلها هي بده ورقة وبده ألم لذلك الإمام البخاري كل اللي رواهن بيطلعوا شيء 1200 حديث من كل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الشرط الثاني اللقاء شوف وين يلتقوا وين سمعوا الحديث لذلك الكلمة البخاري هي يعني سبحان الله في زمن عزت فيه وسائل الاتصال ومع ذلك كتب و يعني رضي الله عنه لذلك إيجا بعد منه ابن حجر العسقلاني فتح الباري في شرح صحيح بخاري يعني قدروا العلم هاد الذي عمله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ميسار قال الله خلينا السيد الوالد وهي السيد الوالدة بينسى أنه كانت تعبانة فيه ويجد توجيه قال ثم من قال أمك 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 طيب هل أنا أعطيكم شوي مهارات بالإحسان يعني هذه معلمية معلمية في الإحسان إلى الوالدين قال هشام بن حسان قلت للحسن البصري إني أتعلم القرآن أنا رأي على الجامع لا لا باشا أقرأ لي نص حزب بدي أقرأ وإن أمي تنتظرني بالعشاء وهي المسكينين الكبير الكبير بنان بكير ممتل هذا الشعب يعني مع احترامي وتقديري وتبجيري لحضراتكم ثلاثة ربعكم منيمين ما في غير هدول الأكابرنا منيمين عم تعبدوا لي هل جايين على صلاة الصباح كتر خيركم والله شي فخر منيمين بطولة إنه تنامت فيه ماذا يتحلم القرآن وأمه شو تنتظره بالعشاء فقال الحسن البصري سيدنا الحسن البصري هذا من سادات التابعين كان سيدنا عمر يطلع على المنبر وحاضنه تربى عند عمر فقال لأنت تعشى العشاء مع أمك وتقر بذلك وتقر بذلك عينها أحب إلي من حجة تحجها تطوع وروح وعود مأمك وتقل لك الله يرضى عليك وتقل لك خذي هاي الفجلة وليش فلي فلي وقدم لها الخبزة يحبوا الخبز الأسمر يسمونه خبز من خالة الواحد لأنه لحاله لا يقبل لأجيب عشرة وضعهم مع بعضهم ويأكل عن زلمتين وإذا كانوا شي مئة واحد يصير يقطع الحديث كلام يجعل الإنسان تفتاه لا أعيد لحاله إذا كان الواحد اليوم ناوي للصيام واليوم الخميس مثلا بدأت تسحر يضع كل لئمة يقول والله ما فتحت نفسي أنا لما بدي أعود على الطعام بجيب مما كان تعال بيلي والله أنا أستاذ مثلا فتران فأخي تعال بس حاكيني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل وحده عود بس يك فتح لي نفسي الجماعة بركة وعيد يقعد لحاله يا ربي دخيلة رغم مع أمك لأن تتعش العشاء مع أمك وتقر بذلك عينها نحن ألا بزمان ما عد في بركة بركة مالا موجودة يلي بديرو على الجامعة بساوي لحاله أكل تجي الجامعة الثانية كمان بساوي لحاله الأكل بيجي فضيلته هذا الصف الحادي عشار كمان لحاله طيب شوف أمك إنت بتأكل والله تسعة ونص بدي أكل مع أمي هذا بر مو بر وإحسان المسكين والمسكينة هلا نام قبل شوي يا ريتو استنى الفجر لذلك على الماء دي أجور عظيمة شو جب لك أمي لك هي بتحب تعود على الكرسيات بيروح بيروح بيتأنزع بدلا منها هلا الواحد سبحان الله أنا من الناس إذا إرني ما بحب غيرها هيك بحياتي بكل شيء يعني أنا لا ما بحب عير سيارتي لبني آدم بجي بعيرها لأخ بتلاقي رجع على وراه ورفع الدركسيون بجي بيركب فيها بلا أيام خربطة خربطة لا إله إلا الله لا إله إلا الله هاي الأم بتحب تعود هون بتحوز إنه هي عم تحط الراحة تحت منها بتلاقي إلاها بدي يجي يعود لك تركها بحالها لك أكرمها بتحب تحط هذا السكرين جبلة سكرين بدي سكر أسمر حط لها سكر أسمر بتحب أكلي معينة صحن بيت بلاقي نسف نصه إخوانا الكرام بسمع أصص وحكاية وبشوف وين البر وين لما كانت تلقمك قبل ما تلقمك وين كانت لما عم ترضعك اللي عم ترضع عم ترضع من دمها هذا الدم صار حليب وأنتي عم تشربه لا بتخلص منك لا ببطن ولا بالإنداءة وصار عمره 25 و30 سنة وأكل يهمه وهم البنات إلى الممات أصبح على مائدة الوالدين وجور عظيمة وعود معها تزوجت خد الطبخة وروح الله يبعث لك زوجة ليما تزوج فيها حنية لأبوك وأمك أبي وأمي خط أحمر شو جاء عبال كون والله جاء عبال كون والله جاء عباله إنني بحبوا دول الكبار بحب أكلة اللبن يعني شاكرية كوسة بلبن آه كبة لبنية ما بحب ما بحبوا دول يعني الأكلات اللي بحبوها الشباب شباب يقول لك غوردون بلو بلو وليس عادي تبه شو بدون ألي كيف هذا شو اسمه وال شكين ألي كيف كتير خيرك سيدنا بين أبهاني هذا كله أتوا من الدعم طيب هلا لما بيكبروا إما يبلغن عندك هيك القرآن عندك شو يعني عندك أنا بذكر أنه كل الناس بلاك هاي الغرفة لا ضيوف بس إذا لا سمح الله الوالد أو الوالدة يصر لهم شي يبديوا عندي مجهز لهم ياها هدول اللي مثلا الله موسع عليهم ويابس هاي فيلا أو مثلا البلاد الثانية بلاك بالطابق الأرضي لأنه شو ما بدي يطلع لفوق لدرج وما درج ومصاعد ما مصاعد هاي للوالد والوالدة لغرفة حتى إذا أجول عندي مطرحون دول لا لو حاسب الحساب لأمو ابنه اللي عمره ثلاثة سنين عمل له غرفة بنته اللي عمره سنة ونوص وأحمر وأخضر ولي وأبو أمه بيأبو بنيمو وين بغرفة الأطفيل هاي غرفة الوالد والوالدة حكا لي أخ من الأخوان الكرام اللي صممت فيلا وجود برات هذه البلاد اللي الأرضي جناح خاص للوالد والوالدة ها هاد بر هادة فنن في الإحسان هيكي وقاعد وعامل لهم شو كمان موضع من دول المواضع مو ملتبع المغسلة هذا الموضع إيش شلون موضع الجامع هيكي واحد بيمدرج ليه هلا عم نشوف هيكي عن طريق الوسائل التواصل مواضع هيكي حديثة بصير الواحد لا بدير رفع رجلي الكبير متى ما رفع رجله والزحلة كسر الحوض طبعه شو صار فيه لكن كسر الورق ما 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 يلحن معه مسكين شلوم ما بصير بتألم والله عز وجل قال إما يبلغن عندك الكبار تتحمل هاي اللي عملت نقيتها من على انترنت تتزوجها تتحمل لما حطوا قالوا تعالي يا ابني عرفان انه انت حتتتركني وتمشي قالوا روح حطني عند هديك الصخرة قالوا ليش يا أبي قالوا لأنه من 30 سنة أنا أو من 40 سنة أخذت أبي وحطيته هون من 50 سنة بروا آباءكم تبرو كوم أبناء قالوا أنت سيد البيت كانت البيوت عربية وكبيرة ولا هلا بسكن لي الواحد بالطبيق الثامن والطبيق العاشر قالوا يا ابني الله يرضى عليك الله يبارك لك ببيتك عشرة على عشرة أنا درجتين ما بحسين ما بحسين الواحد يحسب هلا أنت مثلا مرة كنت في القصر العدلي الله يرحم الأستاذ الذي تعلمت عنده المحامة وكذا هي قالوا الله يرضى عليك علم محكمة الاستئناف طلعت وراء وكما طالع وراء عزب وكتل لا والله ما بكرة بس هيك تكبر سنك ما بتحسين تطلع درجتين و الحمد لله لحنا لم نحسن نطلع اللعين هذول الأخوان الكرام اللي بيستعملوا التتون الدخنجية تلا شبصر له والله ما مزين يا أستاذ بس يقرأ هذا يقرأ لي المكتوب على الباكات أنه يساوي لك المشاكل كل ياتا البيوت اللي فيها أب أم بيوت عامرة بالخير والبركة طيب كيف تجل والديك حين نحن نحن نحكي مهارات في الإحسان قال دخل شاب على أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز وهو يمشي بين يدي أبيه ماشي الدام فقال له عمر ارجع جعل ورا لو تفضل سيدنا تفضل لقدام لأعداء الدام وانت ورا ولادك ورا فقال له ارجع لا تمشي بين يدي سيدك سيدي مو شرطي سيدي ورئيس القسم سيدي بتفوت لعند رئيس القسم بتقول مرحبا حجي شو بساقي فيك فوت لعند القاضي على المحكم يقول مرحبا معلم بوافق 24 ساعة بعدين بعدين هلا هيت با بيجي بيعمل له هيك لا مصافحة مثل العالم شعب متكبر متعجرف عم يتعلم من اللي اللي عم يشوفوا المسلسلات مين مين صور لنا انه نحنا نحنا كنا هيك عطوا انطباع عن المسلسلات البوجقة العنترية اللي بيغير ارنتها كانوا الناس كلهم محترمين رحوا وشوفوا كانوا يعاملوا الكبير والمختار والشيخ بحطوا لك الشيخ يعني الانسان اللي هيك لا يفق هلا الشيخ اللي عم يتمعش من ارني لأرني وين المشايخ شام كانت كلها مشايخ كل اهل الله كانوا كانوا يقولوا يا رب بركة الصالحين الاب قالوا لا تمشي بين يدي سيدك شوفوا التفنن قالت حفصة بنت سيرين امام ابن سيرين رضي الله عنها وارضاها ابن سيرين كان من التابعين وكان مفسر للملامات هذا فتح قال كانت والدته حجازية وكان يعجبها الصبغ صبغ يعني يجيب لقماش صبغ وكان محمد اذا اشترى لها ثوبا اشترى الين ما يجد اشترى لازم على فكرة مو مو كتير يعني ثلاثين سنة ما كان في شي يعني الواحد يجيب ما شي فصل ها انا شغل قصد اذا كانت لقماش يعني ظريفة اشتري طعم بعمله هيك ما بتلاقي الا فتأ البنطلون وفتأ الجاكيت بسموه بازاري شو بازاري يعني هذا خفيف قال وكان محمد اذا اشترى لها ثوبا اشترى الين ما يجد فإذا كان عيد صبغ لها ثياب هذا تفن شو تحب من هاي اللقماش ولا من هاي اللقماش وبعدين الانسان يحب انه يشتري شي شغلة جديدة يعني وزع عمر سبعين هذا هاي نفس قد اجي من الحج أو من العمر بحب انه روح بمكة يعني في اشياء كيم كان طائية وكذا وي لابس طائية اللي الوالد بدي من هاي جب لي من هذا اللون ومن هذا اللون عمره تسعين سنة نفس تشتهي هو مل بس طائية شو فيها حاسب حاسب حسابك مولانا حاسب مقاس هيك اصغر من المقاس هي بلبسها اللي الله يرضى عليك روح الله يبارك فيك استجر الدعاء الام بدنا عباي انينة عطر بيش بيقول لك امي صار عمرها سبعين سنة لا بتلبس عباي شو بتلبس شو بتلبس كيس خيش يعني مثلا إلا لزوجتك بدنا عباي للوالدة هيك ستاتية يكون عمرها مثلا ستين سبعين سنة والنسوان ما بيحبوا يحكوا قديش عمرهم بيحبوا تسأل المخلوق الديج تقول لك يعني يعني خمسين وشحطة أي الشحطة ما حدا يعرف فيه غير غير الله وزا راح و تبكي كثير وزا مش و بعدين أيام تلاقي مرور ثلاثة سنين وخمسة سنين وسبع سنين ولا الفيس بيذكرك وعجر سنين والله يرحمها بدك تبرهم بعد مماتهم وترفع لهم درجاتهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول أنا لي هذا ليش شلون رفعوني أبو قريد فندو قالوا ولله والله أعطينا الغرفة بنا تفوت على جناح ليش والله جاك ترفيع شو ترفيع والله رفعتك الإدارة أنت رايح على المطار قطع تذكرة عادية بيقول لك نحن جتنا توصية وترقية ونرقيك لبزنس هذول الدرجة الأولى فيقول أن لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك هذا بر بايا على المائدة مائدة إيش الطعام يا تفن إيش وأنت قاعد ما بترضى إلا تاكل معها كيف إذا كان واحدة جابة تتمني أولاد أو عشر أولاد يا سيدي لا هاي ولا أي خمس أولاد تاركين لحالة مع خدام إليك نحنا جابين خدام لك شو خدام لك لكم خدام إليها هاي خلاص مع التحسين جيب لعندك أسبوع هون وأسبوع هون لازم هي الله يرحم الحجي أب خليل الحمصي يطلع على جدة لعند أحد أولاده يعود شهر بعدين يروح لعند الولد الثاني يعود شهر لعند الولد الثالث يعود شهر هذا العز واحد بآخر حياته هون أطفة وهون أطفة وبيعود أكتر شي عند اللي يعرف أنه بيمون عليه أصابيع يديك مو كل مثل بعض وفي ناس الآباء بتقطع له ونكرت لأنه بيكون أبو شو متعب ممتعب أبو لمتعب نحن متعب مالنا خلصانين طلعنا أبو لمين قالوا بابا خلاص أنا بيجين عندك على الغداء لازم الواحد يفهم من زعجه المرة اللي عندك زعجته يمكن حكي كلمة بس ما بد يجرح لك إيش لا ترني كنا عم نبعت رسالة لأحد أخوان كلمات تحيي أفكاري وتطوف بروحي بوقاري سنة سنة خير الرسل الهادي تنشر في كل الأمصار من عبق المحبوب شذاها شرح لحديث المختار بمعاني النس برآها سطرها في فتح البار شكرا للمشاهدة للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر